خصصت الصحف المحلية معظم صفحاتها لتغطية كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع الرئيس الاندونسي جوكو ويدودو أمس في جاكرتا صحيفة الرياض تناولت كلمة الملك سلمان التي أشار فيها إلى أن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب تحتم علينا جميعا تعميق الحوار وتكثيف الجهود لمواجهتها في حين أشارت صحيفة عكاظ إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن الحاجة تدعو لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأن تطوير العلاقات سيسهم إيجابا في معالجة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية أما صحيفة الوطن فقد عنونت تغطيتها باحتفاء شعبي ورسمي باندونسيا يستوحي الزعامة الإسلامية لخادم الحرمين ذكرت فيها بأن خادم الحرمين الشريفين حظي باستقبال رسمي وشعبي حافل استفى في عشرات الألاف من الأندونسيين على جانبي الطريق لتحية الضيف الكبير فيما جاء عنوان صحيفة المدينة جاكرتا بشر ومطر ووسام يحتفون بسلمان أشرت فيها بأن خادم الحرمين الشريفين استعرض مع رئيس جمهورية أندونسيا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعوجها التعاون في شتى المجالات وبدورها وضعت صحيفة الاقتصادية عنوانا أندونسيا تخرج لضيفها الكبير ذكرت فيه بأن زيارة الملك سلمان لأندونسيا أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية والأمنية إلى صحيفة الجزيرة التي أشارت إلى أن الرئيس الاندونسي قلد خادم الحرمين وسام نجمة الجمهورية الاندونسية الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية تقديرا لجهوده في شتى المجالات أما صحيفة الشرق الأوسط فكان عنوانها قمة سعودية اندونسية تاريخية تتوج باتفاقات فيما وضعت صحيفة الحياة عنوانا الملك سلمان في جاكرتا يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون والحوار ومن صحيفة اليوم التي كان عنوانها استقبال تاريخي وشعبي في اندونسيا لخادم الحرمين الشريفين وأخيرا من صحيفة مكة التي جاء عنوانها بالهتاف والمطر اندونسيا تستقبل ضيفها الأكبر